عايز اقول لحضرتك ان في مشهد عبسي مشهد يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية وحول انسان عائشة بنت خيرة الشاطر ام عندها اطفال تم القبض عليها ويه على زوجها محمد ابو هريرة من اكتر من سنة ما عندهاش تهمة واضحة هي تهمتها الاساسية زي ما هي عرفتها عن نفسها قالت ان تهمتي ان انا بنت خيرة الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين عائشة دخلت في اضراب دخلت مبارح قدام القاضي بعربيت اسعاف عربيت الاسعاف شاريتها لانها مش قادرين ينقلوها لمقر المحاكمة اللي اتأجلت اكتر من مرة فشافها القاضي وبرضو جدد لها خمسة واربعين يوم زي ما حضراتكم شايفين على العربي الجديد والدة عائشة الشاطر تفشل في زيارتها ووسم لانقصها عموما الستين الف معتقل والمئة مليون مسجون في مصر في حملة بكرة للتضامن معهم جميعا حملة انا مضرب عن الطعام هتبدأ بكرة السبت وتستمر السبت والاحد للتضامن مع المقموعين المقهورين المظلومين في سجون عبد الفتاح السيسي امثلة كتيرة من اليمين ومن اليسار كل الوان الطفل المصري كل الاشكال في مصر موجودة وتعاني داخل سجون عبد الفتاح السيسي سواء كان جهاد الحداد او اسراء عبد الفتاح سواء كانت علاء القرضاوي او عائشة خيرة الشاطر او غيرهم من الاسماء الكتيرة عايز اقولك بس ان جهاد الحداد لما دخل اخر مرة على القاضي ما كانش قادر يقف ما كانش قادر يقف من التعذيب ومن قلة الاكله طبعا لانه ما بيشوفش الشمس وما فيش تريد وكلام ده كله ممنوع التريد وممنوع الكنتين وممنوع 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 واللي كان سنده كان محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وهي دي مصر الكل مستهدف كل الطيارات من اقصى يسارها لأقصى منها مستهدفة كل الناس اللي بتتكلم كل الناس اللي بتفكر كل الناس اللي عايزة مصر تبقى احسن من وجهة نظرها سواء كانت وجهة نظر لبرالية او اسلامية او علمانية او اشتراكية او اي مكانك عبد الفتاح السيسي والنظام العسكري لا يسمح لاحد بالكلام اعتقد ان اقل حاجة نعملها ان احنا كلنا نتوحد قدام نظام عبد الفتاح السيسي ونخلي المبادئ الانسانية هالحاكمة هالمتصدرة على الاقل لو اختلفنا سياسيا فلن نختلف انسانيا حلقة دي النهاردة بتتكلم عن الانسان المجرد الانسان بدون النظر الى انتماؤه لا يساري ولا يميني لا اخواني ولا لبرالي بنتكلم عن كل الناس حتى المجرمين حتى المجرمين الجنائيين من حقهم يتعاملوا بيتعامل انساني مش الناس اللي متاخدين لمكايدة سياسية وبيتم التنكيل بيهم علشان مجرم قاعد على رأس السلطة في مصر